كما احتفلت رعية قلبي مريم الطاهر للاتين في بلدة الفحيص بمنح السري المناولة الأولى والتثبيت لنحو سبعين طفلا من أبنائها وبناتها وقد ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران جمالد عيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن بحضر رعي الكنيسة الأب عماد طوال وعددين من الكهنة والرهبات وأهالي المتناولين والأشابين وجمع غفير من أبناء الرعية وفي عدة القداس شرح المطران خضر دعيبس معنى التثبيت والمناولة وأثرهما الإيمان على الأطفال الصغار داعي للمتناولين لأن يكونوا جنودا أمناء للسيد المسيح ولكنيسته كما شكر رعي الكنيسة على جهوده في تعميق العلاقة بين الكنيسة والرعية وفي ختام القداس قدم سيادته التهنئة للأطفال على اهتمامهم بنيل المناولة